طيب نطلع على الكراتيران السيليكشن لهدون في عنا على سبيل المثال اول مثال رح ناخده water pump 22 اول اشي ايش رايكم بالباور يمكن مد نعتبرها مد تقريبا فمد اكيد ما رح يزبط معي ما رح يستخدم في تطبيق زي هيك لا ستبر موتور ولا سيرب موتور اول اشي ما فيه هي هاي بتها تلف بتتحكم بسرعة فيمكن في عندي سبيد كنترول ممكن يس او رح اعط كلمة possible positioning accuracy ما فيك ايش كمان كان عندي speed range حكينا speed control speed range هلا في بعض طبيقات مش محدد بالسؤال مفروض طبعا السؤال يحدد انو هل بدي variable flow rate ولا constant flow rate حط هون بين قوسين variable flow rate وعنده سبيد رانج بصير هدا عندي هون بصير عندي S وعنده power يمكن يكون DC motor with the variable speed drive أو squirtle cage induction motor with the variable speed drive نافضل نختار هون نسكور الكيش نافضل نختار هون نسكور الكيش كونترخ على المفروض وجود ال variable frequency drive بساعدني احقق speed control سبيد كنترول بعطيني good speed control range ما في عندي حاجة ل position accuracy بس عندي variable flow rate فال variable flow rate رح يمكنني اني أغير السرعة بدل ما أعمل ثروتلينج، أهن، وغير الهين، فيمكن يكون هذا، ورح ألاقي في عندي سكور الكيش إندكشن موتور بهذا الرينج، بالمئة كيلوواطف رينج هنا هون، يمكن يكون هذا أحسن أبليكيشن أو أحسن اختيار لننختار لهذا الأبليكيشن، هون أنا ركزت ما عندي فريقونسي دراين، بعدها عندي لأنه عادتاً سرعة البمب بتها تكون بالرينج المطبوب، فسرعة البمب بتها تكون بالرينج الالف أر بي أم، خمسمئة، يعني بهذه الحدود ألف، ألف ومئة، ألف ومئة ومئة أر بي أم، فما في حاجة الناس تعمل كمان، مباشرة البمب بتشبك على السنترفيوغل بمب طيب، الأبليكيشن الثاني أو البروجكت الثاني، عندي 3D العاطر رح يكون عندي الـ position accuracy high جدًل لنقم لنقم لفرقية، كم سرعة؟ ذهب الوضع، أوكي، في تغير بالسرعة؟ فكرة هون ممكن السيستم ديناميكس تصير مهمة بهذا السيستم يعني لو بدي يمشي هذا بدي يمشي بأسرع بسرعة ممكن بعدين لما يوصل عند المكان هذا بدي وقف بشكل دقيق حتى يقدر وإلا رح يصير عدد القطع اللي بقدر صنعها قليل نعم احنا اصدم السبيد رينج الهاي سبيد يمكن هاي الغوط اوكي بحشيل هلا هاي رح حطها على جنب من هون منفكر فيها بعدين منشوف بس السبيد رينج ممكن احتاج مرات امشي بسرعة بطيئة او سرعة سريعة يعني مرات عمالي بتحرك على القطع نفسها بدي امشي قطع بعدين بدي انتقل من مكان لمكان مثلا لسبب معين بدي انقل القطع او هاي نعم هنا فانيا انت مش رح تكون عملية بطيئة كتير تصنيع فيها صحيح 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 يعني يمكن القطعة تاخدها اربع اخمس ساعات شغل هاي فبدينا نحاول نجيب اعلى سرعة ممكنة احسن شيء ايش تتوقع احسن شيء ما رح استخدم طبعا هيدروليك ما رضون ايش حتى نستخدم مليماتيك احتمال احسن ايش يا سيرف ويا ستيفر موتور والله انا شخصيا بميد لستيفر موتور انا بميلي الناس تعمل ستيفر موتور هلا السؤال اذا حطيت ستيفر موتور رح تضمن انه ما تحتاج فيدباك هذا السؤال مهم اذا انت استعملت ستيفر موتور انت مطمئن انه هو وصل المكان اللي انت بدك يوصله او للاحسن تستخدم سيرف موتور وطبعا كيف رح يتحركه هل رح تحركه على باور سكرو ولا رح تحركه على بلت اوكي ماشي واضح للاهاد المحرك نفسه لحاله ما رح يحركه خطيه المحرك هتحرك دورانيا بدنا بلت نستعمل بلت توست بلت مثلا حتى نحركه بالمكان المطلوب فهون فهون دعوه ستحركه أنا شخصيا التطبيقات الجهتة مور 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 الفشنال زي هيك تستخدم عطا ستيفر موتور مثلا كمان روبوتك أرب رح تلاقي كثير منهم بستخدم ستيفر موتور لكن السؤال الفيدباك ماشي بس استخدم فيدباك ولا اركن اني اعطيت الستابر موتر للقطع يعني يمكن يكون هون تو هاي رسك اني ما استخدم فيدباك رغم انه انا اذا اعطيت الستابر موتر عادة مطمئنة انووصل بس ممكن يصير اشي خرب الهاي لازم يكون عندي فيدباك يعني if using a step or motor ايش بكير سامن شافت انكودر اه اه بتوقع شافت انكودر تعطيك ها اول سؤال السؤال التاني ايش كان انسيتو انا شو كان السؤال التاني ايش هو اه تمام ايش الميكانيكال درايف اللي راح نستخدمه هلا في عندك تو اوبشنز ميكانك تحق او بلت حتى انا بقول كليتت بلت او توت بلت عشان ما يصير فيه سليبت اه كل فاهم ايش الكليتت بلت الكليتت او توت بلت البلت بكون فيه حتى البل اللي موجودة هون كما بيكون ما بصير عنده سليبتش شكرا